أنا بأعزي بس أشقاءنا وأهلنا المسيحيين ولا قدس البابا ولا أنتم أنا بأعزي كلنا كلنا المصاب ده مصابنا كلنا كل المصريين قبل ما أجي هنا كنت متأكد أننا لازم أكون مقود معكم واللي عمل كده عشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى اسمه محمود شفيق محمد مصطفى وفجر نفسه داخل الكنيسة عنده 22 سنة وإحنا قبضنا على 3 زائد سيدة ونقص 2 3 زائد سيدة اتقبض عليهم إحنا هنخلي الإعلام يطلع دول إنبارح طول الليل بيجمعوا جسة محمود شفيق محمد مصطفى ده اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة ولا أي حاجة تانية الكلام اللي أقول لكم ده كلام مسؤول ما كناش نقدر نيجا قدس البابا لكم النهاردة والموضوع ده ما كانش بقليه ملامح إحنا عارفينها لكن خلينا أكلمكم من رسائل اللي إحنا عايزين نقولها للمصريين إيه العازة ده لكل المصريين العازة اللي إحنا موجودين في النهاردة مش لكم إنتوا بس لا ده لينا كلنا والمصاب ده مش مصابكم إنتوا بس ده مصابنا كلنا لأن إحنا قلنا خلاص إحنا حاجة واحدة واللي بيحصل ده ده عارفين الإحباط عارفين اللي غلبوا في المصريين غلبوا فينا بقالهم ثلاث سنين قاعدين يهزوا فيه نايمين وإشمال ما بينجيش معاهم يعملوا في الاقتصاد ما فيش فايدة يعملوا إرهاب ما فيش فايدة يعملوا بلبلة ما فيش فايدة فاللي بيحصل ده ده كان إحباط إيهوا هتفتكروا غير كده ده إحباط إحباطهم لأن المصريين حيروهم قربوا من ينافق قدس البابا المصريين حيروهم الحاجة غالية ما فيش فايدة ناخد الرز والسكر ما فيش فايدة ما نوجبش السياحة ما فيش فايدة هتوش عايزين تحركوا لا هتحركوا لا المصريين وأنتم الله 75 كريسة ننمرها لكم ما فيش فايدة فيكم برضو هنعملوكوا إيه لا لازم تكونوا عارفين كويس قوي إن إحنا أولا إحنا هنحن سنسيب طارنا حتى بعد اللي أبضنا عليهم وبصراحة بقى الحكومة والبرلمان لازم نتحرك بشكل أكتر من كده لأن الموضوع بتاع القوانين اللي مكبلة عشان نكون أمنة مع بعضنا القضاء مش هتنفع كده القضاء مش هيقدر يتعامل مع المسائل دي بالحاسم اللازم بتطري اللي احنا مشين بيها قوانين تعالج المسائل دي بشكل حاسم تعالج المسائل دي الإرهاب ده بشكل حاسم كل من يعني يستاهدي في المساس بأمننا وأمن بلادنا وإنه يأذي أولادنا وأحبائنا لا مش هينفع كده أنا عايز أقول لكم في كلام كتير احنا ما بنقولوش في كلام كتير احنا ما بنقولوش أنتو متعرفوش حجم النجاح اللي احنا محققينه حتى في مواجهة الإرهاب متعرفوش حجم النجاح اللي متحقق في سينة حجم كبير قوي ونجاح كبير قوي وعشان كده بقولوكم اللي حصل ده اللي حصل ده اوقعوا تقولوا أبدا أنه هو خلل أمني من فضلكم أنا لو عايز أريحكم ممكن أعمل حاجات كتير بس احنا ما بنتعاملش كده احنا بنتعامل مع بعض بصدخه وبأمانة الأمر بيتطلب إيه بنعمله الأمر بيتطلب إيه بنعمله لكن لازم تكونوا عارفين تاني أن اللي حصل ده اللي حصل ده مبارح دي ضربة إحباط وهم مش هيقدروا أبدا دي ضربة إحباط منهم وهم مش إحباط مننا أنا مش إحنا لمحباطين لا وإحنا هم لن يستطيعوا أبدا إحباطهم طول ما إحنا مع بعض طول ما إحنا مع بعض كتلة واحدة إيد واحدة لازم حننتصد أن إحنا أهل خير مش أهل شر أهل بناء بقولها مئة مرة مش أهل هدم أهل تعمير مش أهل خراب أهل إصلاح مش أهل إفساد فعزائي لكم وكلكم عزائي لشعب مصر كله أنا أبدا أبدا مش عايزي أقول أبدا أشقاءنا المسيحيين لا والله حول عزائنا لكل المصريين وبقول لكل المصريين الضربة دي وجعتنا الضربة دي سببت قلم كبير لنا لكن أبدا أبدا الضربة دي عمرها ما حتكسرنا أبدا ما حتكسرنا إحنا هنوقف وحنبقى قوياء جدا جدا كالعادة وحنصمد والحرب دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هننجح فيها أرجو أنك تقبلوا أعزائي قراص الباب شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا